دكتور جمال قضية الترانسفر أو النقل أو التحشيد في اتجاه الجنوب في اتجاه معبررفع مصر رفضتها رسمياً هنية النهاردة أعلن رفضه ورفض الفلسطينيين الفلسطينيين نفسهم باقونا في أرضهم ولن يكرروا النكبة ولكن وبفتح قصين ماذا إذا تم إسرائيل هذه خطة إسرائيلية خبيثة قديمة هي فكرة الوطن البديل سواء في الأردن أو في مصر مهم تزيحوا غزة دي عني ونخلص منها ونخلص من القطاع ونقلوا القضية لمصر ما أنتوا عندكوا سحر الموقف الفلسطينيين ما حضرتك شرحتي الموقف الفلسطيني والناس على الأرض رفض هذا تماماً متمسكة بأرضها ومع هذا يجب التحسب لكل الاحتمالات لأن الموقف السياسي والتحليل السياسي ده مستوى من الكلام ومستوى الآخر من الكلام هو المعاناة اليومية لمواطن يسعى لتوفير طعام وماء لي والأطفال وقد يجد نفسه في حالة يعني لمواصلة الحياة مضطر يعمل أي شيء بما فيها أنه يتجه ناحية الحدود هذا أمر وارد جداً أن يحصل ومنسمى علينا نتحسب لده ولا نستبعد أن إسرائيل برغم كل أنها يعني ما فيش موقف رسمي منها بيقول إحنا هنعي تصرف بذل الطريقة لكن إسرائيل دايماً عندها هيدن أجندة هذا الصراع صراع التفكير خارج الصندوق إنشاء دولة إسرائيل نفسها هو تفكير خارج الصندوق أن تهجر شعباً بالكامل إلى الشتات ده تفكير خارج الصندوق وعلينا نتحسب لهذه الأمور للتفكير خارج الصندوق وعلى مصر أنها تأكد على هذه القضية وتتحسب لها ويبقى فيه سيناريوهات واضحة وخليني أقول أنه يعني عايز أقول إيه أنا بتخيل النهاردة لو أنه السلطات اللبنانية في سنة 48 أفلت الحدود مع فلسطين ومنعت هذا الشتات الفلسطيني من أنه ينطقي لهذه المخيمات التي مازالوا يعانون فيها إلى اليوم مخيمات مازالوا يعانون في هذه المخيمات مازال لبنان يدفع تمن هذا التكوين الغريب اللي أفسد النسيج الاجتماعي اللبناني لو كان هذا الموقف أخذ ساعتها كنا الآن في أفضل حالم بكثير مما فيه الفلسطينيين وما فيه لبنان أظن أنه ده درس لنا كلنا ودرس للمصر ودرس للفلسطينيين أنه حتى إذا تصرفنا بهذه الطريقة فهذا أمر يجب أن يكون مفهوم من تمام لأنه مصلحة الفلسطينيين قبل ما يكون لمصلحة أي حد تاني ترجمة نانسي قنقر